اشتركوا في القناة اخير من دائرة الاحصاء المركزية بيقول ان احتمالية تعرض المواطن العربي للقتل في اسرائيل هي ثمانية نقطة اثنين اعلى من المواطن اليهودي ومنحكي على معطيات لحد الثنين وعشرين الثنين وعشرين قالت الجريمة بكثير اقل مما احنا موجودين عليه اليوم وهذا معطى خطير جدا واندل فيدل على فشل الدولة تماما في مواجهة حالة الجريمة والعنف والعنصرية في السياسات ايضا لمواجهة المعضلات والتحديات اللي بيواجهها المجتمع العربي واللي اصلا الدولي بسبب اهمالها المتتالي هي مسؤولة عن هاي الحالي سبعة وخمسون قتيلا منذ بداية هذا العام بالرغم من الوعودات الحكومية وخاصة تصريح نتنياهو الاخير والذي عبر من خلاله عن قلقه المشكوك فيه باستمرارية الجريمة في المجتمع العربي الاحصائيات الصادمة تعكس الواقع الدموي لكن الحكومة الاسرائيلية تستمر في تجاهل هذا الواقع المأسوي وصولا لتأجيل عقد اللجنة الوزارية المخصصة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي في الواقع ما يحدث الآن في المجتمع العربي نحن نتحدث عن شهر أبريل من العام 2024 تجاوز عدد القتلى ما كان نفرد في 2016 عمدار عام كامل يعني 2016 كان 53 قتيل في كل العام وفي حين قلنا وزير الشرطة فاشل ويجب إقالته على 53 قتيل بالسنة الآن نحن في تصاعد وتصاعد رهيب يعني ما يحدث في سلاسة أشهر كان يحدث في سنة هذا كنا نقوله الماضي أنه لم نصل الضروة بعد وهذا ما كنا نعنيه عندما لا تطع خطة حكومية جدية لمكافحة الجريمة سوف ترى هذا التصاعد نحن اليوم في مرحلة اللي نسميها نحاول لجم الظاهرة ولم نستطيع لجم الظاهرة الحكومة لا يوجد لها خطط وبالتالي لا نستطيع لجم الظاهرة يرى باحثون والسياسيون أن تعامل الشرطة الإسرائيلية وإجهزة الأمن مع المعقدات الأمنية في المجتمع العربي جدي وحازم وخاصة ما بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لكن هذه الجدية تختبئ أمام الجريمة المنظمة والأسلحة التي تستهدف المواطنة العربية فقط وما يعكس تجاهل خطة العمل الأخيرة لوزارة الأمن الداخلي لهذا العام قضية الجريمة في المجتمع العربي ترجمة نانسي قنقر